بدعوة من لجنة التنصيق الفصائل والاتحادات والنقبات والمؤسسات والفعاليات والكنائس في محافظة بيت الأحم شارك حجز كبير من المواطنين وكوادر صحية في وقفات على بلاط كنيسة المهد للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة بدعوة من لجنة التنصيق الفصائلي والكنائس والاتحادات والنقبات والمؤسسات والقطاع الصحي والفعاليات المختلفة في محافظة بيت الأحم نظمت وقفة تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة حيث تجمعوا موحدين في ساحة كنيسة المهد رافعين الأعلام واليافطات تخللت الوقفة كلمات استنكارية منددة بالمجازر التي ترتكب بحق الأبرياء في فلسطين وفي كلمة الأب متر الراهب الذي تكلم باسم الكنائس وأدان الحرب الجارية في المنطقة واستنكر قصف المستشفى المعمداني ودور العبادة كما طالب العالم والمجتمع الدولي بالتدخل السريع وفتح ممرات إنسانية آمنة لدخول الدواء والطعام والماء الذي تفتقد له المنطقة ما حدث في غزة هو جريمة حرب هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف الحجر والبشر والشجر لابد أن يقف هذا الحرب ننادي بهدنة في الوقت الحالي إدخال المساعدات الإنسانية وإعطاء الفلسطينيين حقهم في الاستقلال والحرية وتقرير المصير والكرامة الإنسانية كفانا قتل وتشريد 75 سنة على النكبة ولم نحظى كشعب فلسطيني بحقوقنا المشروعة الذي كفى لها القانون الدولي والذي نادى بها المسيح نادى بالحرية للأسرة نادى بالكرامة للإنسان وهذا ما نعمل لأجله كما تخللت الوقفة كلمات من قبل عدة مؤسسات منددة بما يجري في غزة نتجمعين هون عشان نجيب سلام للأرض كيف يسوع جاءب سلام بهال مكان بهال منطقة في ألفين سنة نحن بنعيده ونطلب ربنا يسوع أنه يرجع يشجعنا ويجيب سلام على الأرض وصرار بين الناس وتفاهم بين الناس صلينا كل الكنائس مع بعض في القداس الإلهي لأجل نية السلام ونوقفين مع إخوتنا وقفة لنصرخ لنصلي كمان لأجل السلام في الأراضي المقدسة أنه ربنا يوقف الحروب اللي فيها أبرياء كتيرين يقتلوا ونتمنى حلول هذا السلام ووقف الحرب من الرب أن يحدث عاجلا رسالتنا طبعا من مهد السيد المسيح رسالة المحبة رسالة السلام اللي انطلقت من بدايتها من ميلادة السيد المسيح في هذه الأرض لحتى تنتشر للعالم كله فاليوم نحن رسالتنا رسالة وقفة حق لحتى نحتاج على الإنشاء اللي بتصير بس ولكن للسلام لا للحرب لا للضمار لا لقتل الأطفال هذه هي أهم الشيء الرسالة اللي يجب توصل رسالتنا للعالم أجمع ونحن نقف هذه الوقفة الحزينة التي تعبر عن استنكارنا وتنديننا المجازر التي تقام في غزة هاشم أن هذا الدمار وهذه الحروب لن تنفع ولن تؤدي إلا إلى كثير من الضغاء وكثير من الكراهية ونحن نستنكر هذه المجازر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا وأن يرحم شهداءنا وأن يتقبلهم عنده فعليين نقف هذه الوقفة مقابل الأعمال البربرية التي يقوم فيها العدو الصهيوني في غزة وآخرها قصف المستشفى المعمداني يوم أمس يقول الأمريكان أن يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها لكن ألا يحق للفلسطينيين الدفاع عن نفسهم المحتلين منذ سنوات طويلة أمام الغطرس الإسرائيلية والاستيطان والقتل والدمار الذي نشهده يوميا لذلك نقول لإسرائيل نحن موجودون على هذه الأرض لن نرحل منها وسنبقى صامدين حتى نصل بإذن الله تعالى ونسأل الله الجنة لشهداء غزة والشهداء فلسطين جميعا في كل الوطن الفلسطيني التاريخي سالة غضب نرسلها للمجتمع الدولي الصامد هذا المجتمع الدولي الذي يشارك في العدوان على شعبنا الفلسطيني هذا المجتمع الدولي الذي يقول أنه مجتمع يحترم الحريات ويحترم حقوق الإنسان لا بالعكس يثبت اليوم أنه يشارك في أفضع جرائم الحرب التي تأتي ضد شعب أعزل شعب يتم دفنه شعب يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقتل أطفاله بأبشع صور الجرائم فهنا من مهد المسيح نرسل رسالة لهذا العالم لوقف هذه الجرائم والوقوف مع الشعب الفلسطيني وبذات السياق وبتنظيم من مجموعة كشافة نصور المهد في بيت لحم نظمت وقفة منددة بجرائم الحرب في غزة حيث أضيئت الشموع في ساحة كنيسة المهد وأقيمات الصلوات وترتيل وكلمات معبرة منددة بالحرب على غزة وبحضور واسع من الكشاف وجمع غفير أتوا للصلاة والتضرع وطلب السلام في أرض السلام التي تفتقد للسلام وجع نعم إنه الوجع الذي لمس قلوب الملايين في كل العالم فبأي حق تقصف دور العبادة وبأي حق يقصف أطفال أبرياء بصواريخ وبأي حق تقصف البيوت على قاتنها وبأي حق تقصف المدارس ورياض الأطفال ومراكز الإواء بالصواريخ نعم هي رسالة بأن تسلح برسالة السيد المسيح رسالة السلام والمحبة نعم أضيئت هذه الشموع أمام مهد المسيح لتكون دلالة واضحة على التمسك بالأمل والرجاء نحو تحقيق النصر في مدينة السلام لتكون دلالة واضحة على التمسك بالأمل والرجاء نحو تحقيق النصر في فلسطين نرفع صلواتنا لله الآب هون من بيت لحم من مدينة السلام من بلد السلام لتفتقر الأسف إلى السلام رافعين صلاتنا وطالبين من العالم منهم كمان يصلوا معنا من أجل السلام السلام في بلادنا في غزة في العالم أجمع وفي قلوبنا مهم كتير السلام في القلب لأنه السلام في القلب هو منبع لكل مبادرات السلام التانية اللي من خلالها ممكن نوصل للعدالة نوصل للسلام بين الشعوب نوصل كمان للعيشة نوصل كمان أنه نكون كمان كلنا متساوين كلياتنا أولاد في هذا البلد كلياتنا بنخدم في هذا البلد ونرفع صلواتنا لله الآب على هاي النية اليوم من هون من بيت لحم من ساحة المهيد هاي المبادرة تنظمت من الكشاف ومن خلالها احنا كتير من شبابنا وصبايانا ورعايانا لبوا النداء حتى كلها تكون صوت واحد صوت سلام واحد بالاسم كل ابنائنا هون ابنائنا المسيحيين هون في بيت لحم حتى نرفع هاي الصلاة طالبين بكرر مرة تانية من العالم اجمع انه يكون معنا على الاقل متضامن معنا في الصلاة من واجبنا اتجاه وطننا فلسطين اليوم قمنا بدعوة اهالي مدينة بيت لحم للوقوف وقفة تضامنية مع الاخوة والابنائنا في قطاع غزة الحبيب الذين قصفوا بالامس في مستشفى المعمداني هذا المستشفى الذي حصنا فيها ابناء غزة واطفال غزة الابرياء الذين كانوا يعالجوا من القصف ومن التشريد هذا المستشفى الذي جمع ابناء غزة تحته لان من ذهب الى هناك يعلم ان هناك خطوط حمراء في القصف وهناك خطوط حمراء في الحروب المستشفيات لا تمس ولكن هذا الاحتلال الاسرائيلي الغاشم الذي لا يحترم لا اي خطوط حمراء ولا يحترم اي دماء ولا يحترم اي معارف دولية هذا الاحتلال الذي قتل وحاصر في كنيسة المهد الابرياء والذي قتل قبل 22 عام احد ابناء الحركة الكشفية واحد ابناء مجموعة كشافة ترسنطة الجوال جنيثة الجية يعني استشهدام هنا من امام كنيسة المهد واجبنا اتجاه الوطن واجبنا اتجاه ابناء هذا الوطن ان نقف معهم وان نكون سندا لهم نحن اساس هذه الارض ونحن اساس هذا الوطن وسنبقى ذلك لنرسات مارلن الحدوى من ساحة كنيسة المهد بيت الاحم قدوسنا الله قدوسنا القوين قدوسنا الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم